وبالتوازي مع توجع الحكومة للتخلص الجزئي من مسألة التداول النقدي وصف رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال ترأسه اجتماعاً للجنة توطين الرواتب وحساب الخزين الموحد وصف المبالغ التي تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية نتيجة العقود المبرمة بين المصارف و 16 شركة دفع الكترونية بأن فيها غبن واضح للمواطن في إشارة إلى ثلاثة استقطاعات من دفع الراتب إلى استلامه ووجه لإعداد معايير جديدة وإعلان فتح باب المنافسة بين الشركات ومتابعة عمل اللجان التي شكلت لدراسة مقدار المبالغ المالية المستقطعة من الراتب بإخضاع جميع الشركات للمتابعة والمنافسة لمنع تحويل الموظف أو المستفيد إلى رهينة لجهة أخرى وفي المجمل فإن مقدار الرواتب الشهرية لجميع الفئات يفوق 7 تريليونات دينار شهرياً أي أن ما يصل لنحو 45 مليار دينار شهرياً هي مجملة الاستقطاعات من رواتب الموظفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر